ناقش محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي مع نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين حافظ الباقري المعوقات التي تواجه قطع التأمين بشكل عام وتأمين المركبات على وجه الخصوص وجر في اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي ومدير فرع الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين بحضرموت علي العكبري سبل تجاوز المعوقات التي تواجه قطع التأمين والتي أثرت على نشاطه نتيجة استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة التي تمر بها البلاد وأدت إلى تراجع رأس مال شركة التأمين المحلية إلى 40% من رأس المال الفحلي وفي اللقاء تم تأكيد على الأهمية التي يكتسبها قطع التأمين في ظل الظروف الحالية ودورة في حماية الأفراد وشركات وتوفير تغطية ضد المخاطر والأضرار التي تلحق بالممتلكات للمصانع والشركات وتغطية خسائر المباني والمعدات وأكد المحافظة أهمية الالتزام بالضوابط اللازمة لتعامل شركات التأمين مع عملائها منوها بضرورة أن يقوم الاتحاد اليمني للتأمين بأداء مهامه بتنظيم عمل شركات التأمين وتنسيق نشاطتها المختلفة اشتركوا في القناة